كان الرئيس صدام حسين هدفاً ستراتيجياً لا يقل أهمية عن الهدف الستراتيجي بغداد بل إنه كان الهدف الرئيس بالنسبة للرئيس الأمريكي بوش الإبن وصقور البيت الأبيض ولا شك أن أسره أو قتله سيكون له تأثيره السلب الكبير على المقاتلين العراقيين من كافة الصنوف لأنه يمثل رمزاً للتحدي العراقي للإدارة الأمريكية وسيضعف مقاومة الاحتلال ولهذا نجد أن الرئيس بوش الإبن لم يلتزم بالتوقيت الذي وضعه لبدء الغزو عندما وصلته معلومات مخابراتية عن وجود الرئيس العراقي صدام حسين في مزرعة الدورة ليلة 19 على 20 آذار 2003 فوجه صواريخه إليها لكن تلك العملية قد فشلت لأن صدام حسين لم يكن موجوداً في مزرعة الدورة هذا أولاً وعندما اتجهت القوات الأمريكية بعد سيطرتها على المطار إلى القصر الجمهوري عبر الشارع الذي يربطه بالمطار توقع الأمريكان بناء على معلومات استخباراتية أن يجد الرئيس صدام حسين في مسجد يقع بالقرب من القصر الجمهوري لكنهم لم يجدوه فيه عندما اقتحمت القوات الأمريكية المهاجمة ذلك المسجد ثم قصفت منطقة القصر الجمهوري دون فائدة واستمر الأمريكان يتربصون عبر أقمارهم الثناعية وجواسيسهم خلال القصف المركز على بغداد وتطويرها فحصلوا على معلومات مؤكدة تقول أن الرئيس صدام حسين سيترأس اجتماعاً في بيت بمنطقة المنصور خلف مطعم الساعة الواقع في شارع 14 رمضان وعندما قصفوا البيت كان الرئيس صدام قد غادره على عجل بعد أن شعر أنه سيقصف وأصيب الرئيس بوش من جديد بخيبة أمل صدام حسين's 66th birthday is April 28th that's less than three weeks from now but tonight there's a strong possibility he won't be around to celebrate it and even if he is there won't be much to cheer about as President Bush put it today صدام حسين is losing power finger by finger and he may have been killed